موسيقى السلام عليكم وصد الله وأوقاتكم بكل خير أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذا الأسبوع الكاتب الرواي العربي من العذن يحيى حمدان موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الإبداع والفترة قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى أعلنا في الشارقة عن أسماء 19 فائزا بجائزة الإبداع العربي بدورتها الحادية والعشرين وقد فاز من العراق كل من عباس حسيب وذلك بالجائزة الأولى في فئة المسرح وقيس عمر محمد محمود ثالثا ضمن فئة القصة القصيرة وهناء أحمد محمد ثالثا عن فئة النقد بدأت الدورة الثالثة من معرض الكتاب الإلكتروني العربي بمشاركة 13 دار نشر إلكترونية مجانية التي اجتمعت على موقع واحد لتتيح لزوارها التعرف عليها وعلى إصداراتها المختلفة وقد اتخذت هذه الدورة من الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب شخصية للمعرض تنتهي الأحد القادم في الدار البيضاء أعمال الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب المعرض يشهد مشاركة أكثر من 709 دور نشر من 45 دولة ويقدم أكثر من 125 ألف عنوان في مختلف المجالات كما استضاف نحو 350 كاتبا وباحثا وناقدا ضمن برنامجه الثقافي بينما تنطلق الأربعاء المقبل في العاصمة العمانية فعالية الدورة الثالثة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب وفي إطار التعريف بالحواضر العمانية وإبراز تراثه الثقافي والإنساني فقد اختيرت هذا العام مدينة صلالة كضيف شرف للمعرض الذي سيستمر حتى الثالث من شهر آذار المقبل تختتم اليوم الجمعة في البحرين فعالية النسخة الحادية عشر من مهرجان أوال المسرحي الدولي الدورة حملت هذا العام شعار في أوال نحيا وبالمسرح نسمو واستضافت على خشبتها عروضاً مسرحية من البحرين والسعودية والإمارات وتونس وإيطاليا وكوريا الجنوبية تحت شعار المسرح ذاكرة الشعوب وحديث المدينة انطلقت في الجزائر الأيام المغاربية للمسرح وتشارك ثماني دول عربية إلى جانب البلد المضيف بأعمال مسرحية متنوعة في تجاربها وخلفياتها وفي جمهورها حيث تضم التظاهر بعض العروض الموجهة إلى الطفل مسرحياً أيضاً أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي عن فتح باب التقدم للفرق المسرحية الراغبة بالمشاركة في دورته الخامسة والعشرين والتي ستبدأ فعاليتها في العاصمة المصرية في شهر أيلول المقبل مضيفة أن الخامس عشر من شهر نيسان سيكون آخر موعد لقبول الترشيحات أهلاً بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذا الأسبوع الكاتب الروائي العربي من الأردن يحيى حمدان موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الإبداع والفطرة مرحباً بكم السيد مرحباً بكم السيد ضيفنا على الفضاءات أفضلتم بارك الله بكم حياك الله أصدرت لحد الآن ثلاث روايات الرواية الأولى دوشيب الأسود الرواية الثانية الحقيبة ليس الدلماسية الرواية الثالثة أيها الغادي إلى أين نبدأ من الرواية الأولى وهي دوشيب الأسود وهي قصة طبيب نفسي يعمل في أحد المشافي ويلتقي بمريض اسمه صالح يعني هناك علاقة تصير بين الطبيب وبين هذا المريض تعيد الطبيب النفسي إلى رغبته قبل أن يدخل دراسة الطب في أن يكون كاتباً روائياً أجيباً يعني مرهو بمرضى كثيرين لماذا هذا المريض بالذات صالح يعيد الطبيب إلى ذلك الحلم؟ لماذا لم تحصل هذه الحالة مع مرضى آخرين؟ نعم أولاً أتقدم بجزيل الشكر لكم أستاذ محمد ولهذه القناة الرائدة الرائعة والباحثة عن الحقيقة والتي تعنى وتعتني بالثقافة والمثقف العروي فلكم جزيل الشكر على هذه الفسحة من الوقت أما رواية دوشيب الأسود فهي قصة حياة حياة انبثقت من خلال تجربة الطبيب النفسي ذات ذهب المريض إلى الطبيب لكي يعالجه فوجد أن الطبيب من يحتاج العلاج نعم اكتشف الطبيب علته ومرضه وتعلقه بالأدب والرواية والكتابة من خلال تجربة هذا المريض الذي جاء إليه مستنجداً لكي يخرجه من هذه الظروف التي يعانيها ربما الأمر أخذ مني الجهد وتصور كبير لكي تخلق هذا الفضاء بين مريض والطبيب واهتمام هذا الطبيب بهذا المريض هو السر التشابه الكبير الذي وجده بينه الطبيب والمريض ذاته فلذلك هو تكفل بكل ما يحتاج من علاج ومن نفقات وإقامة في المشفى لمدة أشهر يعني الطبيب إذا كان لديه رغبة في أن يكون كاتباً ما الذي يعني يمنعه نعم من خلال الرواية أن رغبة والده أن يكون ابنه طبيباً لا بس ما المانع أن هذا الطبيب ممكن أن يدرس الطب في نفس الوقت أن يمارس رغبة الكتابة هي فكرة الرواية تعتمد على الظلم وظلم الآباء للأبناء بكافة أشكاله وكافة مستوياته نعم ومنها هذا الطبيب الطبيب كان نموذجاً أشرته إلي إلى هذا المجتمع أو المجتمع العربي بشكل عام على أن لا يفرض إرادته على أبنائهم على الأباء لا يفرضون إرادتهم على أبنائهم يعني ليت كل الظلم يكون مثل هذا الظلم أنه حول الإبن إلى طبيباً لكنه أفقده قيمته حوله طبيباً هذا الظلم وكان مبدعاً من هذا الإبن طبيباً نعم وكان مبدعاً إلا أنه أفقده قيمة ربما تساوي قيمته بالطب تكون مساوية له في الأدب نعم هذه رغبة لكن تحوله من أديب إلى طبيب الأمر أخذ منه موضعاً في نفسه وفي أعماق نفسه وقد أشرت في هذه الرواية إلى أن الطبيب ذاته هو من يحتاج العلاج فوجد العلاج من خلال هذا المريض صالح وهو رجل صالح نعم يحمل فكراً ويحاول ويجاهد وكافع وتعرض للظلم والاضطهاد والإهانة وإلى آخرين ولكنه في النهاية أصبح عاجز أصبح مريض مريض نفسي فاتجه إلى الطب النفسي لكي يعالج نفسه وقفت عن صالح المريض عن صالح نعم يعني صالح أيضاً هو أديب أو كاتب أو لديه هذه الرغبة هو من ضاعت عليه الفرص وقفت عن الحياة أيضاً تعرض للظلم نعم وتحول أو أصبح يعاني من هذه الأمراض نعم أمراض النفسية نعم صالح إن قرأت الرواية ستجد أنه يسمي والده زوجة أمي وهذه إشارة نعم قاسي جداً جداً للمجتمع بأن يفقد الإنسان إحساسه بوالد نعم بوالد ليصبح الوالد زوجة أم فقط لغير وهذا الذي انعكس على صالح وضمن أحداث طويلة إذن الطبيب مصعب سليم هذا هو اسم الطبيب النفسي وصالح المريض يشتركان في معاناة واحدة نعم أنه كان الأب ظالماً أو قاسياً أو أنه يفرض رغباته على نعم أبنائه أبنائه أو ابنه طيب ربما أنه مصعب لو صارح أباه برغبته أن يكون أديباً ربما اختلف الأمر لماذا لم يطلب من أبيه أن يدرس هذا المجال من العلم البيئة التي تدور أحداثها رواية الشيب الأسود بيئة قروية قروية عن الشرق الشرق العربي الذي نعيز به وهناك أستطيع القول بأن القمع الذي يمارسه بعض الآباء نعم على أبنائهم لا يسمح للأبناء بأن يبدوا ما في دواخلهم أو يمارسوا ما يمتلكون من مهارة أو رغبة أو هدف يسعون لتحقيقه من خلال ما يطمحون إليه إنما الواقع الذي نعيشه أو ربما يكون الذي كان في زمن السبعينيات والثمانيات من القرن الماضي هو الذي كان إرادة الأب هي إرادة تشبه إرادة الحكام على أشعوبهم الصالح كان يطلب وهو أثناء رقاديه في المشفى كان يطلب من الطبيب أن يحضر له كتبا ليقرأها خلال هذه الفترة نعم يعني ألا ترى في الأمر هناك تضاد هناك تناقض أنه مريض نفسي يطلب كتب لقراءتها من يطلب كتب لقراءتها معناه أنه إنسان سليم يعني ما الذي تريد أن توصله إلى المتلقي هي أكثر من إشارة لأكثر من أمر في هذه أولا صالح في سابق أيامه وقبل أن يصل إلى هذه المرحلة من المرض وأن يدخل المستشفى للعلاج كان قارئ بنعم وكانت الظروف أقوى منه وجبروت والده عليه منعه من أن يكون شيئا فاتجه سبيلا آخر وهو القراءات وهي إشارة إلى أن من يقرأ يستطيع أن يحقق شيئا في هذه الحياة ومن يقرأ يستطيع أن يرى بوضوح لكل ما يدور حوله تعلق صالح بالكتاب رغم أنه كان مريضا ويعاني من أعباء نفسية عظيمة إلا أنه لم يترك الكتاب وهذه إشارة إلى أن الكتاب علاد علاد وهو علاد شافي وأنا شخصيا مقتلع بهذا الكلام وأطبقه على نداتي نعم هل هناك إسقاطات من الواقع على أحداث الرواية؟ لا يمكن لأي عمل رواي أن يكون خارجا عن الفضاء نعم الأفكاره ومعظم أحداثه تكون مرتبطة بالواقع معظم الأفكار تكون موجودة ويأتي دور الرواي ضمن خيال لرسم وبناء العمل الرواي حتى يصبح عملا أدبيا متكاملا نعم والأحداث قد تتشابه وتتطابق وربما أفضي إليك أخوة المشاهدين الكرام أن عددا من الأخوة القراءة اتصلوا بي وقالوا أنت تحدثت عني تماما نعم فهذا الأمر يشير إلى أن الرواية تتطابق فعليا مع الواقع ومع حياة الناس الانطباق أنه رغبة ظلم الوالد أم رغبة الكتابة والقراءة أم أنه فقط عاش مرضا نفسيا وتعرض أيضا خلال معذرة أنه حاول أن يجد منفذا خلال مراجعة الطبيب لكي يمارس رغبة القراءة والكتابة هو كان يحمل هدفا نعم أن يصبح ذاته يوم أديبا نعم وكاتبا مشهورا والسبيل الوحيد أو السبيل المتوفر ليس الوحيد يمكن تحقيق أهدافه من خلال الكتابة من خلال القراءة والإطلاع وتضقي في النفس نعم الظروف التي عاشها كانت أقوى من أقوى من أن يحتملها فلذلك نتيجة للظلم الذي تعرض له أصبح يعاني من شيء في داخله نعم يؤرقه يرهقه يرافقه أينما تجد فكان هروبه من هذا الواقع البئيس إلى الكتاب كان يجد السلوى في الكتاب الكتاب كان يعني له الحياة نعم نعم يعني ما الذي يغري طبيب أو مهندس أو محامي له هذا العنوان أن يجد في عنوان الأديب أرقى بكثير من عنوان الطبيب أو محامي أو مهندس ما السر في هذا العنوان أن يكون أديباً رغم أنه طبيب أو مهندس طبعاً هذا الواقع موجود دائماً يجنع من هو يمتلك عنواناً كبيراً سواء كان في المهن أو في التجارة إلى أن يكون أديباً نعم هذه إشارة إلى ذائقة الناس ذائق حس إحساس مرهف يعيشه الكاتب بعد تجربتي في الكتاب أستطيع أجزم أن للكاتب حياة مختلفة تماماً عن الحياة التي يعيشه ومهما كان النوع سواء كان طبيباً أو عامل فهذه إشارة إلى أن الأديب والكاتب ينسرخ من ذاته الحقيقي ليدخل في عالم النصر وهذا الإنسلاخ حينما يترجم على ورق ويرى الكاتب نتاج عمله في نهاية الأمر صدقني لا يمكن أن تتخيل مدى تلك اللحظة من السعادة ومدى تلك الغبطة التي يشعر بها الكاتب فلذلك هي إشارة إلى أن الطبيب ورغم أنه كان طبيباً مشهوراً وعالمياً وحاصل على جوائز كثيرة وعديدة وصاحب أموال إلا أنه كان يتوق توقاً نعم توق الضامي إلى الكتاب صالح عندما جاء إلى المشفى كان يسعل عن هذا الطبيب مصعب سليم نعم يعني هل هي ترتبات قدر أن يأتي المريض ليسعل عن هذا الطبيب الذي هو أصلاً كان يحلم بأن يكون أديباً أم ماذا؟ ترتبات الكاتب والمؤلف خلال الرواية خلال أحداث الرواية يكتشف القارة بأن من أرسله إلى هذا الطبيب صديق له طالب في كليوت الطب وأحد طلاب هذا الطبيب وهو أرسله إليه لكي يتعالج ويعالجه ويتعافى من مرضه وبالطبيب الطالب التلميذ لم يكن يعلم مدى حب الطبيب العملاق الكبير للأدب نعم فهذا النسخ الذي متوفر في الرواية الرواية الثانية كما قلنا الحقيبة لسد الماسية يعني بطل القصة هو عربي أو اسمه عربي اسمه عربي ينتقل من بلادنا التي شبعت من الظلم كان يعيش في قرية أم الوسن ويعيش في ظروف قاسية جداً وكان يسكن في كوخ حتى ينعزل نعم من الحياة التي فرضت عليه من خلال زواجه من ابنة المختار الذي هي مقابل سدى الدين نعم من مالده نعم يهاجر أو يهرب إلى أمريكا إلى أمريكا أو إلى كندا الحدود الفاصلة بين أمريكا الحدود الفاصلة بينهما أيضاً يعيش في غابة وفيها في كوخ ما السر في اختيار الكوخ يعني حتى في لما نزح إلى إلى بلاد الحرية كما هو يطمح أيضاً سكن سكن في كوخ ما الرابط بين أن يعيش في في أرض الظلم في كوخ ويعيش أيضاً في بلاد الحرية بكوخ أيضاً رواية الحقيبة ليست دولوماسية هي تعالج قضية الوهم الذي يعانيه العالم العربي وإسقاط اسم عربي أو اتخاذ هذا الاسم لهذا البطل هو إسقاط للأمة العربية بما يعتريها من أوهام كثيرة الكوخ ودلالته الكوخ أصبح مؤرخة لعربي وربما تقول للوطن العربي وربما تقول للعربي لو نظرنا إلى الواقع وقاربنا أصبح العالم العربي يعيش في كوخ وفي عزل رغم هربه من قريته أم الوسن وتخلصه من هذه البيئة ووصوله إلى أمريكا الدولة المتقدمة ذات الإمكانيات وما توفر له وزواجه من هنا إلا أنه أصبح تزوج من إمرأة أمريكية وأنجب منها ولد ورغم كل هذا إلا أنه وجدها خارجة في مظاهرة في الشارع العام عارية الصدر وهذا الذي أثار حفيظته كعربي فتخلص منها بطلاقها ولم يكن أمامه خيار بين العودته إلى الشرق وخوفه من المختار من أن ينتقم منه ووضح زوجته التي هرب بسببها هجرها نعم أو البقاء في أمريكا فلذلك توجه إلى مدينة ميزولا وهي واقع تقع بين كندا وأمريكا وقام هناك لمدة ثلاثين عاما في كوخ ليطبق ويتجسد في حياته هذه العزلة البائسة هذه العزلة القاتلة التي أودت بموته نفسيا وعقليا وفقد عمره وهو يعيش في الأدغال نعم بين الوحوش في منطقة النائية البائدة نعم يعني أشعر كأنه عندما أتابع حياتك الخاصة أنت الكاتب والمؤلف أنك تعيش في بيئة قريبة إلى الريف منطقة جبلية نعم منطقة ساكب تتابع لجرش شمال الأردن نعم أيضا يعني كأنك تسقط يعني روح البطل على على شخصيتك حياتك الخاصة لا يمكن أن ينسلخ الكاتب عن أبطالي نعم لا يمكن هي أفكار وحياة عاشها الكاتب أو عشتها أنا وقربي أنا من الناس وتعاملي من الناس يعني على مدار حياتي أنا قريب جدا من الناس بحكم عملي وتواصلي ولذلك أستطيع أن أشاهد بعين الرواي أو بعين الكاتب مكاما المشاكل التي يتعرض لها نعم أو التي يمارسها المجتمع وجودي في قرية ربما كان إضافة ليس انتقاصا من مما يعني تحصلت عليه نعم وإن كان متأخرا بعد ما تجاوزت الأربعين بدأت بالكتابة وربما البيئة كان لها الأثر الأكبر فيها في ذلك البيئة لها الأثر في أنها تنتج عندك إبداعا أم العزلة البيئة والعزلة بالسنوات الأخيرة نعم هي ليست عزلة تامة إنما يعني أتخذ من الجبال بيوتا أخترت نفسك كوخا ليس كوخا تحديدا إنما من الشجر نعم ومما يعري شون أنا أعودي إلى نفس السؤال يعني بإمكاني أن يعيش مثلا في بيت في منطقة نائية يعني أعودي إلى نفس الدياب يعني موضوع الكوخ ما سر الكوخ يعني هل يريد أن يكون يعني ككائن طليق بين الأخشاب معروف أن الكوخ يصنع من الأخشاب اختيار الكوخ سواء كان في قريته أم الوسن التي هرب منها وإلى المدينة الجديدة التي عاش فيها سر اختيار الكوخ الكوخ شاهد نعم الكوخ شاهد ومؤشر ومؤرخ نعم ومؤرخ لعربي نعم في كوخ لا يجب أن يعيش الإنسان العربي نعم والإنسان بشكل هذا الطموح نعم بس أقصد أنه حتى نحقق هي إشارة حقق العزلة هذه هي إشارة يجب أن يكون كوخ ممكن أن يكون نوع من البناء نوع آخر من البناء نعم الحياة أصبحت مدنية نعم وأصبحت أكثر تطورة يمكن التواصل مع كل بقاء الأرض نعم وأنت تجلس في مكانك لا يجب عليك أن تعتزل نعم العزلة قتل العزلة موت إنما هي موت نفسي لمن يعيش العزلة ولمن يقرأ الرواية سيجد أن عرب كثير من العمالقة من المبدعين من الفلاسفة اختار العزلة ربما لفق الوسطى معروف عنه بسبب حماقة زوجته أيضا اختار العزلة وقال له الفضل الكبير في أنها أنتجت عندي هذا بسبب العزلة لأنه تفرغي نفسه ولإبداعي نتعامل مع الإنسان وأصل وجوده نعم أصل وجود الإنسان أصل وجود الإنسان هو ممارسة الحياة وممارسة الحياة لا يمكن للإنسان أن يمارسها بعيدا عن الناس نعم يجب أن يعيش أن لا يقطع هذا الخيط نعم لا يعني ليس هناك سنعود لهذا الموضوع بعد الفاصل مع ذرة فاصل قصير ثم نعود فوقه معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة برنامج فضاءات ضيفنا لهذا الأسبوع الكاتب الروائي العربي من الأردن يحيى حمدان موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الإبداع والفطر عود إليك محر كنا نتحدث عن عربي الذي اختار العزلة ويسكن في كوخ قلنا الكوخ حق لك أنت قلت يجب أن يبقي هذا الخيط مع الناس نعم الناس نافعون وربما بعضهم ظهر من خلال الحسد من خلال الغيرة من خلال الكل وكل الناجحين يمرون بها نعم نعم نتوقف عند العربي عندما يعني يختار هذا المكان وحسب ما تتحدث حضرتك بالرواية أنه هذا المكان الذي يسكن فيه عربي أنه يعني مكان قريب من مطار دائما الطائرات تمر نعم لقربه وتسقط طائرة نعم في هذه الغابة التي يسكن فيها وشاءة الأقدار أنه ينجو أحد الناجح الوحيد وهو يتصل بجون سميث حارس الغابة نعم ويقدم الإسعافات لهذا الناجي وينقله إلى المشفى كانت بيده حقيبة بيد هذا الناجي يحتفظ بالحقيبة يعني عنده يعني الحقيبة تعيده إلى قرية أم الوسن أنه هناك حقيبة شبيهة تركها قبل ثلاثين عاما يعني 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 هذه الحقيبة بعد ثلاثين عاما يعني كيف ممكن أن تبقى هذه الحقيبة سليمة نفترض أن هذه الحقيبة هي ذات الحقيبة التي ترك هذه قريتها أن تبقى على مدى ثلاثين عاما صالحة للاستعمال جميل جميل أنا تبسمت على هذا السؤال لأنني لأنني أحتفظ بحقيبة منذ أربعين عاما جميل لأنها حجة الدفاع ومزارة صحيحة أما موضوع الحقيبة ووجودها بالرواية فالحقيبة هي المحور الرئيسي للرواية نعم محور الأحداث التي تبدأ من لحظة سقوط الطائرة ولحظة وصول هذه الحقيبة إلى عربي في عزلة الذي اعتزل العالم كله لمدة ثلاثين عاما نعم خلال ثلاثين عاما وهو يعيش في كوخ وقريب من الوحوش نعم أصبح أقرب للوحش منه للإنسان في طباعه في جلوكه والعزلة وأثرها النفسي على الإنسان الذي يعتزل للناس وقد أشرت في هذا من خلال الرواية عندما يفتح الحقيبة ويبدأ ويجد لا يجد فيها شيء سوى أوراق نعم يبدأ في قراءة هذه الأوراق وكلما قرأ ورقة وانتقل إلى الأخرى أعادته الأوراق إلى قريته أم الوسن ويستنتج في نهاية الأحداث أن الكاتب لهذه الأوراق هو ابنه الذي تركه في الشرق وهو اسمه جهاد اسمه؟ جهاد جهاد وجهاد هذا إنسان يسعى إلى التطوير يسعى إلى التعديل يسعى إلى تغيير الواقع نعم جهاد من زوجته واضحة ابنة المختار نعم ابنة المختار هنا تصيبه الصدم أن ابنه ابنه الذي في الشرق ورغم أنه فارقه لمدة 30 عاما يجده في النهاية يسقط أمامه من خلال هذه الطائرة ليبدأ الرعب يأكل قلبه والخوف واللهفة والشوق ويذهب إلى المشفى وضمن السلسلة أحداث طويلة يكتشف أن هذا الذي يحمل الحقيبة ليس ابنه إنما هو أحد أولئك الحاسدين لابنه وهو أطلقته أو أسقطت عليه اسمه كايد من الكيد والغيظ نعم ويموت كايد نعم وبنهاية الأحداث هو يصاب يصاب بداية بانهيار عصبي ويفقد الوعي عربي له نفسه ظنا أن هذا الذي أمامه ابنه إلى أن يتعافى بعد فترة ويكون أبنائه قد عادوا الاثنين ابنه إلاه ولد من الإمرأة الأمريكية وولد من وضحة واسمه جهاد ويجدهما أمامه وتأتي ليزا معنفة إلي الزوجة الأمريكية وليزيا أقصد بها أمريكا مقارنة مع الوطن العربي مع العرب فتقول من ضمن ما تقول لعربي نحن نمنحكم القمح ومن يأخذ القمح عليه أن يخضع وهذه إشارة للوطن العربي عليه أن يرضخ ويقبل بما يملأ عليه من أمريكا وما يحدث الآن أكبر شاهد ودليل عن مساحة الوطن العربي كامل إذن عربي هو يمثل الوطن العربي الأمة العربية المجتمع العربي الذي وجد نفسه بين فكي كماشا بين وضحة وليزة نعم والمختار وضحة طبعا مختار نعم وضحة يعني بين ظلم وظلم أين بين قسوة وقسوة ثم يعود عربي بعد هذه الأحداث بعد موضوع الحقيبة واكتشاف من خلال الأوراق أن هذه الأوراق تعود لابنه وكايد سرق الحقيبة ويستولى عليها بطرق غير مشروعة يعود بمجرد دخوله إلى القرية يصادفه أو تصادفه جنازة وضحة نعم هذا الحدث ما دارت به أنه عندما يصل إلى قرية أم الوسن تصادفه جنازة وضحة معادلة موجودة وقائمة وأظن أنها لن تتهي مدامة الحياة نعم ولكن يجب التغلب عليها يجب على الشر أن يموت نعم يجب على الباطل أن يمعق يجب على الخير أن ينتصر في نهاية الأمر مهما امتدت السنوات وما طالت العزلة وعزلة الأمة طالت وامتدت ويجب بالنهاية وهي يعني إشارة أمل أردت أن وصيلها للناس وللأمة كلها أن الأمة ستنتصر بالنهاية وستتغلب عليها وسيموت موت وضحة هو تدسيد لموت الشر لموت الباطل للضعف والوهن نعم الوضع المأساوي الذي تعيشه الأمة نعم هل ترى في الأفق أن وضحة ستموت لا بد من موتها نعم لا بد أن تموت هذه الأمة واللادة ما تعرضت وأنا قارئ جيد للتاريخ وقرأته وقرأته بشكل معمق وعمى دار التاريخ كان هناك ما يحدث الآن وأكثر ثم تنهض الأمة من جديد وستجدد وستجدد نفسها وأرجو أن لا يكون هذا ضمن مسافة بعيدة يعني ألا ترى أن عربي يتحمل كثيرا من المسؤولية عندما يهرب من هذا الواقع واقع الظلم الذي وقع عليه من المختار وابنته وضحى نعم وترك الساحة للمختار وليوضحى ولكل من سار في هذا الطريق نعم من الظلمة والأصحاب الباطل وهرب إلى أمريكا إلى بلد بعيد يعني ألا ترى أنه يتحمل القصة الأكبر من المسؤولية والذنب والإثم في أنه يترك الساحة يعني يبقى نعم ليقاوم ويواجه هذا الظلم نعم الرواية نعم المفهوم العام للرواية لأي رواية على وجه الأرض هي تصل الظلم على القبح كي ينتجن وعلى الجمال كي ينتجن وإشارته هنا لهروب عربي من قريته نعم مع أنه المتعلم الوحيد وصاحب العلم الحقيقة وقد درس في الجامعة وهو أول خريج جامعي من تلك القرية وهو من هرب وأول من هرب هذا الأمر يجب أن لا يكون وحالنا كحال الأمة مبدعين مخترعين قاعدة أشياء كثيرة كلها تغادر وتترك الساحة نعم لمن تتركونها ومن سيقاوم الظلم ومن سيقاوم وضحة من سينتصر على وضحة بالنهاية نعم هذا السؤال وأظن أنه سؤال كبير إذن قوة كونية تغلبت على ورحة وخلصت القرية أو خلصت عربي في أقل تقدير من ظلم يعني أنت ترى أنه يجب أن يبقى المبدع المفكر الفلسوف الأديب في بلاده ويواجه 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 الظلم لو أن كل الطاقات التي غادرت وهاجرت الساحة العربية إلى بلاد الغرب وإلى بلاد العالم الأخرى لو بقيت في ساحتنا هل كان بإمكانها أن تغير وتواجه كل هذا الظلم أعتقد أنه يمكن ويمكنها فعل ذلك رغم تهميشها وازدرائها وعدم العناية بها من خلال الحكومات الموجودة في العالم ساحة الوطن العربي ولا استثناء دولة نعم المبدع يحارب نعم أو يهمش أو فلذلك المبدع يبحث عن تحقيق ذاته نعم تحقيق ذاته مكوناته هو يمتلك طاقة يمتلك مهارة يمتلك إمكانيات ربما في هذه الطاقة التي يمتلكها لا يمتلكها آخر نعم وهذا مؤشر قوي أو رسالة قوية للأنظم العربي أن تعتني بمبدعيها بمفكريها هم من سينهض بالأمة في نهاية الأمر هم من سينهض بالأمة الشعب العربي أصابه التعب الحكومات العربية معروف ربما لماذا يعني تحارب المبدع أو ربما أنه لا تقف في جانب المبدع حتى ينجح حتى نقول نكون منصفين إلى حد ما أنه هي بين أيضا بين فكي كماشة رغبات الشعب وأوامر القوى والمنظومة السياسية الدولية لكن السؤال هنا لماذا المجتمع مجتمع العربي لماذا يحارب المبدع سؤال كبير كبير وربما إن أردنا الإجابة سيأخذ وقتنا أطول مما ينبغي فلكن سأختصر البيئة العربية بيئة تنظر إلى ذاتها نعم أنا كإنسان عربي لا أنظر إليك على أنك إنسان مبدع إن وجدت فيك طريقة للإبداع أو حاول أن أخذلك أو أكسرك أو أفرغك من تلك القيم نعم والمبادئ والمهارة والموهبة التي وهبها رب العالمين نعم وهذه نقطة أولى النقطة الثانية إن خرج مبدع ظن الآخر أن هذا في خروج هذا المبدع سيكون منافزاً قوياً لي هو سيظهر وأنا سأختفي وهذا الأمر غير صحيح نعم الدنيا ليست حكراً لأحد ولا وقفاً على أحد المجال مفتوح للجميع ومن يسعى ينتج ومن أنتج لا إنتاجه لا يؤثر على الآخر في شيء مطلقاً نحن نحتاج إلى الوعي كأمة عربية نحتاج إلى مزيد من الوعي إلى إدراك حقيقة ما نملك وما ومن نحن نحن أمة عربية وهذا يعني الكثير الكثير ومن أراد أن يعرف من هي الأمة العربية فليقرأ جزء من التاريخ نحن أمة عظيمة أمة عظيمة نحن خير أمة أخرجت للناس أمة الإسلام نعم ونفقد وننسى ودائماً ما نجد ذاتنا ونقلل من إمكانياتنا ونواجه و نعم نعم الرواية الثالثة أيها الغادي إلى أي نعم وهي يعني تدور أحداثها في العراق في العراق كأنك تريد أن تؤرخ لوجع الأمة من خلال نعم وجع العراق يعني اخترت جغرافية أو الانطلاق لجغرافية الرواية غرب بغداد لماذا هذا الاختيار غرب بغداد هي الرواية أيها الغادي إلى أين رواية ذات سياقين سياق الأول تاريخي في عصر هارون الرشيد والسياق الآخر بعد 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق فأردت أن أربط القصة بين أحداث حدثت في زمن هارون الرشيد وقصته مع البرامكة ومحاولة الاستبداد أو خيانة البرامكة لهارون الرشيد وقسمهم نعم وما حدث للعراق وما تعرض له للعراق العراق يمثل الأمة وعم دار التاريخ العراق العراق العظيم بنهوضه وأشرت إلى هذا في الريوعية بنهوض العراق تنتهد الأمة وبسقوط العراق تسقط الأمة ومن لا يؤمن بهذا الكلام فلينظر إلى العراق وللأمة وإلى حال الأمة العرب لا يدركون هذه الحقيقة نعم العرب لا يدركون هذه الحقيقة أن بل يحا kite هما Joh second بنهوض العراق وتسقط بسقوط العراق ويحاربونها يحاربونها غريب وهذه إشارة محور الرواية تتحدث عن الخيانة الخيانة شيء عظيم شيء قاتل شيء يهدم دول والشيء الذي حدث في العراق شيء مرعب وفي سقوط العراق واحتلال العراق ننظر إلى حال الأمة الآن وما يتعانيه الأمة وما جرته عليه تلك الويلات من تداء من تونس وانتهي من يمن اختيار كما قلت أنك تنطلق الرواية من غرب بغداد وبعروف غرب بغداد الأنبار الفلوجة هذه المدن اللي كانت شكلت رعبا للاحتلال الأمريكي هل كانت بقصدية أنك تختار هذا الاتجاه نعم هي إشارة أنه كانت موضع للمقاومة الأمريكية إلا أنه في نهاية الأمر البطل الذي جسد الرواية وجسد أحداث الرواية هو أصبح منتفع نعم أصبح منتفع باع القضية وباع الأمة في مقابل أن يحقق شيء لذاته نعم وهذا مكمن وهذا مكمن الخطر الذي يحدث أن يتنصل المقاوم من وجوده وحقيقة أن الأمر أعظم من أن أنتفع بألاف الدولارات في تحرير بلدي نعم أو أن أساعد المحتل على أن يقيم في هذا البلد نعم والعراق له ما له أنت اخترت الدكتور ماضي نعم مدرس التاريخ أن يحمل رسالة هارون الرشيد إلى أبنه الأمين نعم يعني في حالة يعني حالة اللوعي التي يعيشها الدكتور ماضي بعد أن دخلت التاريخ للتعذيب أنه بدأ يتقمص عملية مسج بين الواقع والتاريخ نعم هارون الرشيد والأنبار فكرة اختيار أستاذ التاريخ ثم يتعرر للتعذيب ثم يفقد ذاكرتها وصير عملية مسج بين ما قرأه عن تاريخ خلاصية ما الدولة العباسية وقوة هذه الدولة وزهول ومجد الأمة في تلك الفترة والواقع الحالي الذي يعيشه هو الاحتلال الأمريكي كيف جاءت إليك هذه الفكرة هو تعرض طبعا للتعذيب على يد شخص اسمه جبار جبار الذي عمل مع الاحتلال الأمريكي كيف جاءت إليك هذه الفكرة هي مسألة الكتابة تضع مخططا للرواية ومن ضمن المخطط أنني أريد أن أحضر شخص من التاريخ الآن آلية إحضار هذا الشخص يجب أن تتناسق وسياق الرواية العام نعم فمن ضمن الخطة العامة للرواية كان يجب إحضار شخص متمكن من الزمن الحالي نعم بس إنما هو متمكن من التاريخ ويفهم التاريخ فلذلك اخترت أن يكون مدرس التاريخ وفاقدا لعقله نعم فانسلخ من واقعه وعاش في الزمن العباسي بحثا عن أمجاد الدولة العباسية نعم وقوتها وحنكة وحكمة هارون الرشيد في اشتثاثه للبرامجة وخياناتهم وما حدثها في العراق بعد 2003 من ما تعرضت إليه من احتلال وظلم وقهر وهو ذاته من تعرض للتعذيب من جبار هذا البطل الذي فقد أهله في الاحتلال وجاء صاروه وقصف بيته فقد خطيبته فقد عمه والده قتل مع الجيش العراقي نعم فملأه الحق ملأه الغيض وانطلق من بيته الذي يسكنه وهو يسكن في بيت غرب بغداد في مزرعة خاصة له وانتحق في الثورة أو في المقاومة محاولا الانتقام للعراق ومحاولا الانتقام من خطيبته الصفية وهي من الصفاء التي كانت تشكل له حياة ولكن ضمن تطورات الرواية يتحول هذا الجبار البطل المقاوم إلى خائن عميل ضمن إغراءات المال وإغراءات النساء وتأتيه تأتيه إحدى الفتيات متعاونة مع الجيش الأمريكي وتسقط ثم يسقط في إغراءات الحياة والحياة المادي وينسرخ من الثورة ويصبح عميل وسر سقوط الأمة بالعمال نعم معروف أن العاصمة الأولى للأباسيين كانت الأنبار نعم يعني بعد انتصارهم على الدولة الأموية كانت العاصمة الأولى أنت اخترت هذا الوضع نعم أنه ركزت على جانب أو هذه الحكمة التاريخية من الأنبار مع أنه هارو الرشيد يعني معروف أنه كان يقود الأمة من بغداد نعم لماذا التركيز على الأنبار؟ الأنبار الأنبار كما كان وكجغرافيا في الرواية لها أكثر من دلالة أولا هارو الرشيد كان يحشق الأنبار نعم ويحشق الصحراء نعم الصحراء الصحراء السورية صحراء الشام يعني صحراء الشام نعم والأنبار يمتداد إلى جزيرة الشام نعم امتداد إقامة هارون الرشيد في الأنبار قبل ولايته لأمر المسلمين نعم في ذلك الوقت امتدى لسنوات فهو مرتبط روحيا وجسديا مع الأنبار وطبيعتها وذاتها والإشارة الثانية أن خلال بعد 2003 لأن يعني امتداد للمقاومة التي حدثت للجيش الأمريكي نعم كان ماتها الأنبار نعم فهي إشارة إلى أن الأنبار عملية رابط بين بين زهول مقاومة ومجد الدولة العباسية نعم شكرا لك الكاتب الروائي العربي من الأردن يحيى حمدان على هذا الحوار شكرا لكم شكرا شكرا أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي ثقرات البرنامج شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 حتى التقيكم في حلقة اخرى استودعكم الله والسلام عليكم